ستي إناس السلام عليكم وعليكم السيد رحمة الله وبركاته عندي سؤال يا شيخنا أنا ستة مطلقة وعند 34 سنة وعندي ولدي تمام كنت قاعدة في بيت أبوي أنا وأمي وأولادي بيت أبوي أوتين أنا أود أنا وأولادي وأبوي وأمي لهم أود تمام جات أمي لي أختين أصغر مني متزوجين تمام في صغيرة معلش زوجها إنسان مثلا مش محترم غفر الله لنا ولي بيبص برضو بصات مش خلوة لأيام يعني كأنه مش يعني مش خلو تمام مش بيرا يا رب طيب فجيت أنا قلت الأهلي أمي ماتت جيت قلت الأهلي أبوي وكده إن الإنسان ده أمي ماتت ما ينفعش يخش البيت محدش موجود فجاء أبوي قال لي خلاص هو يدخل البيت وأنا موجود هو مش موجود ميخش حتى رم عمر طيب المهم مشينا على كده كم شهر بعد أن أمي ماتت جينا بعد كده أخواتي عايزين يطلعوني من الشقة تمام جموا عاملوا مشكلة ووصلوا كلام لأبوي غلط وصلوا لني كلام غلط أم أم وأهل ما بيني وما بين أبوي أنا رحت أفجرت شقة أعادت فيها لأن أبوي وإخواتي قالوا إن هو يخش البيت وقالوا إن إحنا مش مصدقين أختنا طيب إيه السؤال فأنا دلوقتي قاعدة في شقة مأفجرة وقاعدة فيها تمام وعندي ولدين والكلام ده أبوي مقعد الراجل ده في بيته تمام بيأكله وبيشربه بيصرف عليه ميش أنا بيقولولي أني أنت شايلة وزر أني أنت بتخدميش أبوكي تمام طيب خلاص حاجة تاني غير كده لا معوى إيه بس خلاص أنا فهمت السؤال فهمت السؤال لستين إناس فهمت السؤال خلاص اهدى بقى علي يا سيد أحمد شوية عشان نخش على ستين إناس الأول الستين إناس اللي قابلنا كلامها وأنا عارف أني بعض المشاهدين هيزعل إن أنا ليه ما بسمع لهاش كامل لأن مهمتنا نسمع سؤالك مش مهمتنا نسمع تجريحك في حد تاني ليه لأن إحنا لو سمعنا التجريح في حد تاني اشتركنا مع المتصل في الإثن وفي الذنب علشان كده بنقول السادة المتصلين دايما قل لي سؤالك لا تقول لي فلان ولا علان خلاص أختنا إناس أنت مصدقة وفي نفس الوقت متهمة يعني إيه يعني أنت ما عندكيش دليل على إن الزوج ده زوج أختك ده نظر إليك نظرة ليس فيها احترام أو فيها شهوة ربما تكوني أنت سيئة الظن وما أكثر سيئة الظن في عصرنا وفي عهدنا ومن بين أظهرنا خلاص كده طيب مش بتهمك والله إنما أنا بقولك الكلام اللي كله هيقوله في من ينظر إلى القضية بأكملها ممكن أنت تكون صادقة وممكن ما تكونش صادقة الصحيح إيه الصحيح أن هذا الرجل لا يدخل إلا بحضور زوجته أو بحضور محرم من أهل زوجته فخلاص أنا مزقته موجودة انتأت القضية طبعا أنا عايزة حذر كل راجل بقى يبص لأخت مراته خلي بالك لأخت مراته بشهوة أو بإعجاب في أحد المذاهب الشرعية المعتبرة حرم عليه كلاهما يعني أنت لو بصت لها بشهوة وبإعجاب أخت مراتك مراتك واختها تحرموا عليك يبقى تخرب بيتك بنظرة يا حبيبي لأنك رجل خنت العهد وخطة في العرض خلاص كده طيب حضرتك رحت قعدت في بيت تاني وأجرتي واخواتك اقترفوا ذنبا بإخراجك وبعدم السؤال عليك عليك وزر أنت ما بتخدميش أبوك لا ليه لأن أنا هحمل كلامك على الصدق وضرق المفسدة مقدم على جلب المصلحة وبعدين خدمة أبوك مش متوقف عليك لأن المرات الأخ الكريم ده اللي أنت اتهمتيه أعدى معاه المفروض والراجل بيصرف عليهم يبقى هو أولى في خدمتهم وهم أولى بأكل إيش وهم أولى بكل شيء لأنه هم اللي خدوا الغرم يبقى عليهم الغرم زي ما بيصرف عليهم وبياخدوا منه المعاش وبياخدوا منه الفلوس هم يخدموا ويمرضوا لكن أنت ما عليكيش حاجة شرعا عليكي ترفع السماع أيوة يا بابا أنت عامل إيه أخبارك قالك ما تتصليش ترجع تتصل بعد إسبوعين بعد ثلاثة أكتر من كده ما عليكيش وز ولا عليكي قطيع ترحم ولا عليكي أي محظور شرعي ولكن خلي بالك لو الكلام ده اللي بتقول إيه عن الراجل ده خلي بالك كلام ظلم فده أعظم زنب ارتكبتي في دونيتت أعظم من الزنة وأعظم من ترك الصلاة وأعظم من كل شيء عدى الكفر لأن ربنا في القرآن كده استعظم أعظم زنب في القرآن بعد الكفر اللي يرمي بذنب بريئة وربنا قال كده فقد احتمل بهتانا وإسما مبينا